بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وراح نكمل شرح مسرحية أوديباس المحاضرة السابقة شرحنا يعني عن الأحداث اللي صارت وشفنا أنه أوديباس حل اللغز مثل ما ذكرت لكم وتحققت النبوءة بأنه تزوج أمه والعياذ بالله طيب خلي نكمل وتحققت النبوءة فقد كان الرجل الذي قتل أوديب بلا معرفة هو أباه وهو الملك والذي تزوج أمه وهي أم أوديب الذي تزوجها دون أن يدري أيضا أنها أمه إنها صخرية القدر لقد حاولوا الهروب ولكن كيف الهروب من مصيرهم الذي كتب عليهم وبعد أن تولى أوديب حكم مدينة طيبة أنجب منها أربعة أولاد هذي من أمه والعياذ بالله ولدين وبنتين وبعد أن مضى سنوات من اعتلائه العرش حدث طاعون أصاب الحرفة والنسل يعني صارت أكو مشاكل المدينة أكو طاعون تشرت أمرار بهاي المدينة مدينة الطيبة اللي أصبح الملك عليها هو أوديب طيب صار عنده أربعة أولاد لا نسل الأطفال اللي صاروا عنده امتلت الأرض بالجثث وسادت الفاضى والدمار فبعث أوديب بكريون أخذ وشته أخذ وشته اللي هي أمه يعني خاله لاستطلاع نبوءه نبوء الدلفي بخصوص هذا طاعون فيريد يعرف شنو اللي صار طيب عاد كريون اللي يبلغ أوديب أن سبب الطاعون هو وجود قاتل الملك لايوس بالمدينة فأخذ أوديب يوعد ويتهدد ويصيب لعناته على هذا القاتل حتى لو كان يسكن بيته طيب دز كريون كريون راح على الديلفي طبعا هو ما حد دمرهم غير الديلفي هذا هو المعبد هذا المعبد قال لهم سبب الطاعون هو وجود قاتل أوديباس قاتل الملك لايوس الملك السابق لهذه المدينة مدينة طيبة اللي هو طبعا هو اللي قتل أوديباس نفسه قتل أبوه ولكن لحد الآن ما حد يعرف الثاني طيب المعبد ديلفي قال لهم يا اللي قتل اللي قام بيقتل الملك لايوس موجود بالمدينة وهذا سبب دمار واقترح عليه القوم أن يأتوا بعرافة هذا العرافة هذا العرافة أعمى ما يشوف اسمه تريسيس ليكشف لهم من هو قاتل الملك وبالفعل أتى وأخذ يناقش أوديب ويسأله ليعرف ولكن العراف يتهرب بلباقة وذكاء ولكن نصحه أن لا يصب لعناته على القاتل قال شوف أنا ما قدر أقول لك صراحة من اللي قاتل وتنصدم إذا أقول لك فعوف الموضوع وحاول تشوف لك حل لأنه الموضوع هذا راح يتعبك هو يعرف طبعا آديب قال أنت جاهلة وكل شي ما تعرف طيب الأعمى قال شوف أنا صحيح أعمى وما شوف بس اللي شوف اللي شوف بالعقل وبالقلب مو مثلك أنت أنت راح تنعم أنت هس عمل بصيرة وراح تصير أعمى بصيرة وأعمى العين بمرور الوقت ما ما عرف شنو قصده وهذا الكلام نكمل يقول فش قال له قال له هذا العرافة قال عندما تدرك من هو أبوك ومن أمك سيبصر الحقيقة وأنه سيعمى قال أنت من راح تعرف من أبوك من أمك بذلك الوقت راح تشوف السالفة وراح تتندم طيب وأنه أديب تاما يختال بذكائه وثقته بنفسه فما كان عليه إلا أن تصور أنه يوجد مغامرة بين العراف وبين كريون أخ زوجته طبعا هنا شك بالموضوع قال أكو سر أكو شي بالموضوع ما حدا يقول عنه فقال الكريون أنت عندك مؤامرة أنت والعرافة وماذا تقول له لعليها بس هو ما يعرف شون السالفة بس يحس أكفت شي فأمر بحبسه يعني أديب قال الكريون أنت لازم تنسجن طيب نسجن كريون أخ أمه وهذا الحشي جاء لأديب رسول من كورنثة يحمل له خبرا مفرحا وآخر محزنا قال لأ عندنا خبرا جواحل قال عندي خبرا لك الخبر الأول هو حزين والخبر الثاني هو مفرح طيب الخبر الأول قال لأ أبوك مات طبعا أديب هنا قال لأ أبوك مات والخبر الثاني المفرح قال أنت راح تصير الملك وبالطبع أديب يتذكر الأسطورة فخش أن ينفذ الجزء الآخر منها بعدما أطمئن وطبعا لحد الآن أديب عبالة الأبو الحقيقي ميت طيب وهس مات فقال ما زول مات هاي خاف هاي خاف أنا راح أزوج أمي هو بالحقيقة ما زوج أمي بس ما يدري عبالة هي مدينة الملك والملكة ليسوا أباه وأنه بيده خذه من راحي من مدينة طيبة وإعطاه لهما وليدا لأنهما حرما من الإنجاب طيب شنو معنى هذا الكلام طبعا الملك الرسول اللي إجا من مدينة كورنث قال الأودي بيابا أنت حصلت فلوس تعال حصلت ملك وأنت راح أصير الملك تعال صير الملك قال لا لا أنا ما أقدر قال لي أشلح علي قال لي والله أعذرني أحنا أنا بالنسبة لي يعني أكون أبوء أدقول علي إذا أروح راح أقتل أبوي وأزوج أمي فأني أخاف قال أنت إجا قاعد تهتي هذا الرسول قال أنت إجا قاعد تهتي أصلا هما ذولوا مو أبوكم أمك أنت لقوك بالشارع وأكون ناس شمرتك ويتويت حشالة سالفة طبعا هنا قام بي شك أديب شك قال لعده هذه هي هي مدينة طيبة هي هي مدينة الأصلية وأنا قتلت أبوي تزوجت أمه قام بي شك يعني فاستقصى أديب خبر راعي رغم تحذيرات أمه ونصائحها ولكن حبه للمعرفة والحقيقة جعله يأتي بالرسول ولقد حاول الأخير أن لا يخبره إلا بعد أن ضغط أخبره بالفعل أعطى طفلا طيب إحنا مذكرنا بداية القصة بأنه أكو راعي وهجويج السالفة صارت هنا أديب لح على السالفة وبقى يكشف مدى إلى أن اكتشف الحقيقة واكتشف الحقيقة طلعت أمه وكل اللي صار وهذا اللي صار وهنا ظهرت الحقيقة لقد قتل أديب أبوه ولم يعرف وتزوج من أمه وانهار تماما وذهب لإستطلاع أمر أمه فوجدها انتحرت فقد أخذت دبوس من فستانها أخذت دنبوس من فستانها وفقته وأفقعت يعني فقزت عينها نقول حتى لا ترى الشمس المقدسة إنسانا دنسا فعلا كلها في أكثر أجراء طيب أديب إش سوى من سامع فيك حتي أديب قام يلعن حظه وأيضا بسكين وعمن ضرب عينه وأمه ماتت أمه انتحرت وهو أخذ دنابيس وخلاهن بعينه حتى ما يشوف أمه انتحرت وهو عم عيونه قال أنا ما قدر أشوف المنظر اللي بي آني وهنا طبعا شوفون هاي الصور هذا هو الرسول اللي إجي هذا أبو الحي وهذا قال الأوديباس هذا هي أم أوديباس وهذا ديلفي معبد ديلفي قال لهم هذا الحد شي وهذا أخيرا هنا أوديب يكتشف الحقيقة يتذكر أبوه ويتذكر الحج اللي صار ويشبع قهار لهنا تنتهي القصة أتمنى أفتهمتوها أي سؤال عن القصة أنا حاضر أتمنى لكم يا رب المفقية والنجاح الدائم ويشوفكم وحاضرات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر